تفسير المصحف الكريم مع المرحوم الشيخ العلامة المكي الناصري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حلم بهذا البلد ووالد وما ولدنا قد خلقنا الإنسان في كبد هل يحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول ألكت ما لن نبدأ هل يحسب أن لم يره أحد هل نجعل له عينين ولسانا وشافتين وهديناه النجدين فهل اقتحى من عقبة وما أدراك من عقبة فأك رقبة أو إطعام في يوم في مصغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مصربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحبة أولئك أصحاب الميمنا والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصدة بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها واتقواها قد فلح من زكاها قد فلح من زكاها وقد خواب من دساها كذبت ثمود بطواها هاتذ بعث أشقاها فقال له رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فكذبوه فادم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يخشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر ولنتهى إن سيكون لشتا فأما من طاوى اتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للعسرى وأما من بخله السغنى وكذب بحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا لهدى وإن لنا للآخرة ولولا فأنظرتك نارا تعلى الظالى يصلاها إلا لشق الذي كذب وتولى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه العلاء وأنا سوف يرضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحاء الليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلعه ولما آخرة خير لك من الأولى ولا سوف يعطيك ربك فصردى أعلم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيما فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم عباد الله في حصة هذا اليوم نعالج تفسير الربع الثاني من الحزب الستين في المصحف الكريم وفي بداية هذا الربع وهو فاتحة صورة البلد المكية قسم عظيم من الله على حقيقة واقعية تجمل حياة الإنسان من بدايتها إلى نهايتها وكتاب الله عندما ياتي في صوره بهذه الأنواع من القسم إنما يتوخى أمرين اثنين الأمر الأول لفت نظر المؤمنين والناس كافة إلى الأهمية الخاصة التي يكون عليها الشيء المقسم به في حد ذاته فالتنبيه إليه وتركيز الفكر حوله مدعاة التأمل فيه تأملا كافيا يعين على تحقيق الغرض المطلوب والأمر الثاني لفت نظر المؤمنين والناس كافة إلى الحقيقة الكبرى التي تنعكس من خلال المعنى المقسم عليه وإدراك تلك الحقيقة والتعمق فيها هو الهدف الرئيسي للقسم من أصله بما يحتوي عليه من صيغة القسم والمقسم به والمقسم عليه والمقسم به هنا في فاتحة هذه الصورة هو هذا البلد أي مكة أم القرى حيث يوجد بيت الله الحرام أول بيت وضع لعبادة الله وتحيده في الأرض وحيث يلتقي جميع الناس في أمن وسلام وأرواح بعضهم على بعض حرام ويدرج كتاب الله في سياق هذا القسم بالذات إقامة رسوله عليه السلام بنفس هذا البلد واستقراره به إشارة إلى تكريم الله لمكة تكريما جديدا بجعلها في نهاية المطاف مهد الرسالة ومنزل الوحي والمقر الأول لسكن خاتم الأنبياء والمرسلين وكأن الأقدار الإلهية تلوح هنا بأن آية الإيمان التي نزلت على خاتم النبيين هي التي ستستقر بمكة إلى الأبد وأنها ستمحو ظلمة الشرك من شعابها وبطاحها فتعود مياه التوحيد إلى مجاريها على ملة إبراهيم الخليل وابنه إسماعيل وإلى ذلك يشير قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد وقوله تعالى وَوَالِدٍّ وَمَا وَلَدَةً كما يمكن أن يكون إشارة إلى نعمة التوالد والتناسل التي أنعم الله بها على كثير من خلقه يمكن أن تكون إشارة خاصة إلى إبراهيم الخليل وابنه إسماعيل فالوالد هو إبراهيم والولد هو إسماعيل ولا إخفاء ما في مثل هذه الإشارة من التناسب والانسجام مع نفس السياق في هذا المقام فقد كان إبراهيم الخليل هو باني البيت الحرام بمساعدة ابنه إسماعيل عليهم السلام أما الحقيقة المقسم عليها فهي أن الإنسان منذ أن يستقر جنينا في بطن أمه ثم طيلة حياته إلى حين وفاته لا ينفك مطلقا عن مكابدة المتاعب ومواجهة الشدائد وتحمل المشاق من طور إلى طور ومن مرحلة إلى أخرى ولا يهون من ضغط هذه الحقيقة التي تفرض نفسها على كل إنسان أن تختلف طرق الكفاح باختلاف الناس فلكل صنف منهم متاعبه الخاصة وكفاحه الدائم الذي لا ينتهي إلا بانطفاء جذوة الحياة في الجسم وحلول الأجل والهدف المتوخى من تذكير الإنسان بهذه الحقيقة التي تستغرق كل حياته هو تنبيهه إلى أنه إذا كان ولابد سيكابد متاعب الحياة الدنيا لينتقل منها إلى مكابدة متاعب أشد هولا منها في الحياة الثانية فإنه سيكون أخسر الخاسرين ولذلك ينبغي له أن يعمل عملا صالحا في دنياه حتى يلقى الله وعنده من المؤهلات ما يضع حدا نهائيا لمتاعبه المعتادة في حياته الأولى وبذلك يستأنف حياة تانية جديدة كل الجدة كلها نعيم مقيم وكلها رضوان من الله الكريم وذلك ما يشير إليه قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد وها هنا ينعي كتاب الله على البخلاء الأشحاء بخلهم وشحهم بالإنفاق في سبيل الله إذ ينفقون أموالهم في غير وجهها المشروع وكلما دعوا للإنفاق في وجوه البر والإحسان تبجحوا بأنهم قد أنفقوا مالا كثيرا مالا لبدا وإن كان ما أنفقوه إنما صرفوه في الشهوات والملدات وفي المعاصي لا في الطاعات وينسون أن الله سائلهم عن ما استخلفهم فيه من المال من أين اكتسبوه وإلى أين أنفقوه وأنهم سيحاسبون عليه حسابا عسيرا ثم أخذ كتاب الله استعرض مننه على الإنسان الذي هو مدين لخالقه بكل شيء وذكر على سبيل المثال العينين التي يبصر بهما واللسان الذي يعبر به والشفتين التي يستعين بهما على الكلام وأكل الطعام بالإضافة إلى ما في تكوين كل عضو من أعضاء الإنسان من دقة الصنع وإبداع التكوين وغرابة التركيب مما لا يستطيع أي مخلوق أن يصنع مثله ولا أن يبدع نظيره لا من الأولين ولا من الآخرين وذلك ما يشير إليه قوله تعالى في إيجاز وإعجاز ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وأضاف كتاب الله إلى هذه النعم نعمة العقل والتفكير التي توج بها خلق الإنسان وجعلها وسيلة في متناول يده دائما ليميز به الخير من الشر والحق من الباطل والضلال من الهدى وهذه النعمة التي وهبها له الحق سبحانه هي مناط التكليف والتشريف وهي مناط التواب والعقاب وذلك قوله تعالى وهديناه النجدين أي طبعنا طبيعته على استعداد مزدوج استعداد للخير إن اختاره واستعداد للشر إن أراده والنجدان نجد الخير ونجد الشر أي الطريقان المؤديان إليهما وروي عن ابن عباس أنه فسر النجدين بالتديين بمعنى أن الله هدى الإنسان بمجرد خروجه من بطن أمه إلى التقام تدييها إلهاما منه وإحسانا لكن يشهد لتفسير الأول وهو الذي رجحه ابن جرير قوله تعالى في آية أخرى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا وقوله تعالى فلقت حام العقبة فلقت حام العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مصغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مطربة هذا حض من الله لعباده المؤمنين على مغالبة أنفسهم والتغلب عليها بسلوك طريق النجاة والخير والمراد باقتحام العقبة اقتحام الحواجز الحواجز النفسية والمادية التي تحول بين الإنسان وبين الإيتار والبر والإحسان والإقبال على الإنفاق في سبيل الله ومن وجوه الإنفاق الصالحة المساعدة في عطق الأرقاء فك رقبة وكفالة اليتاما يتيما ذا مقربة وإطعام المساكين أو مسكينا ذا مطربة وبين كتاب الله أن مما يساعد على اقتحام تلك العقبات والتغلب عليها الإيمان بالله والتواصي فيما بين المؤمنين بالصبر والمرحمة الصبر على القيام بالتكاليف التي تعزز الإيمان وتجعل المؤمنين كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا والمرحمة التي تجعل من المجتمع الإسلامي مجتمعا تسوده الرحمة ويعمه الإخاء ويبرز فيه التكافل التام بين كافة الفقراء والأغنياء وذلك ما يشير إليه قوله تعالى ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موسدة ومن هنا ننتقل إلى سورة الشمس المكية أيضا مستعينين بالله وهذه السورة الكريمة يتصدرها قسم من الله بالشمس والقمر والنهار والليل والسماء والأرض والنفس ذات الاستعداد المزدوج ومناط القسم فيها هو تأكيد طبيعة النفس البشرية وزيادة التعريف بميزتها الخصوصية ألا وهي استعدادها في كل وقت للميل نحو الخير وللميل نحو الشر فإذا مالت نحو الخير كانت نفسا زكية طاهرة وإذا مالت نحو الشر كانت نفسا شقية خاسرة وذلك ما يشير إليه قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها أي إذا جل البسيطة وأنار أرجاءها والليل إذا اغشاها أي اغش البسيطة فتظلم آفاقها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها أي بسطها ودحاها نظير قوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها فطحاها تشابه دحاها ونفس وما سواها أي ما خلقها عليه من الفطرة المستوية المستقيمة نظير قوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فألهمها فجورها وتقواها أي جعلها قادرة على التمييز بين خيرها وشرها قاد فلح من زكاها أي فاز من نمى في نفسه استعداد الخير وطهرها بطاعة الله وتقواه وقد خاب من تساها أي خسر من أضعف في نفسه روح الخير وأقبل على الموبقات والمعاصي وبهذه المناسبة عرض كتاب الله نمودجا من نماذج النفوس الشريرة فتحدث عن أشقى رجل عرفت تمود قام بعقر الناقة عصيانا لله ورسوله رغم تحذير صالح عليه السلام وذلك ما يشير إليه قوله تعالى هنا كذبت تمود بطغواها إذ انبعت أشقاها إلى قوله تعالى ولا يخاف عقباها ولننتقل الآن إلى صورة الليل المكية أيضا وفي بداية هذه الصورة قسم من الله بالليل والنهار وبخلق الذكر والأنتاء والمقسم عليه فيها أمر يتعلق بالإنسان الذي هو محور الرسالة ومحور التكليف ذلك أن الإنسان بحكم طبيعته مختلف الميول متعدد الاتجاهات متباين الاستعدادات وليس لجميع أفراده استعداد واحد ولا مؤهلات واحدة في جميع المجالات ومن أجل ذلك يختلف اتجاهه ويختلف تقديره ويختلف عمله ويختلف السعيه ويختلف جزاؤه وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر ولنتا إن سعيكم لشتى إن سعيكم لشتى فأما من أعطاه التقى وصدق بالحسنة فسنيسره لليسرى وأما من بخل استغنى وكذب بالحسنة فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى ثم بيّن كتاب الله أن عناية الله بالإنسان عناية بالغة ومن أجل ذلك أرسل إليه الرسل وأنزل عليه الكتب وله بعد ذلك أن يختار لنفسه ما يشاء وأن يتحمل تبعة اختياره في دار الجزاء وذلك قوله تعالى إن علينا للهدى إن علينا للهدى وإن لنا للاخرة والولى فأنذرتكم فأنذرتكم نارا تلضى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى ولسوف يرضى ولننتقل الآن إلى سورة الضحى المكية أيضا وهذه السورة تمثل رعاية الله لرسوله من فوق سبع سماوات وتوضح لكافة الخلائق ما يتمتع به من رضى الله وتأييده في الشدة والرخاء وفي بدايتها قسم بالضحى أو الليل إذا سجى والمقسم عليه فيها هو أن الله تعالى سيرعى نبيه ولن يتركه بعيدا عن رعايته بل سيكون موضع رعايته دائما وأنه سبحانه لن يجفو رسوله ولن يتركه ولن يكله إلى نفسه بعدما اختاره لرسالته وأعده لحمل أمانته وأنما ادخره له سبحانه وتعالى من الفضل والعطاء يتجاوز العد والإحصاء ويفوق كل ما يؤمله من توابي الجزاء وذلك قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ثم اتجه الخطاب الإلهي إلى خاتم الأنبياء والمرسلين يذكره بما رافق حياته منذ بدايتها وفي جميع أطوارها من العناية الربانية والمدد الإلهي حتى قبل النبوة مؤكدا له أن الكريم إذا بدأ كمل وذلك ما يشير إليه قوله تعالى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضال فهدى أي وجدك بين قوم ضالين سيطرت عليهم الجاهلية وأنت تتلمس طريق الهدى فعصمك من جاهليتهم وأعدك لتكون رسوله إلى كافة العالمين ووجدك عائلا فأغنى أي أكرمك بقناعة النفس وغنى القلب فلم تلهك الدنيا ولا شهواتها ولا مطامعها ولا مساومات المشركين من أجل النبوة والرسالة من أجلها وختمت هذه الصورة الكريمة بالدعوة إلى كفالة اليتيم والإحسان إليه وإكرام السائل والعطف عليه والتحدث بنعمة الله التي أنعم بها على رسوله والمؤمنين وهي نعمة الإيمان والإسلام والذكر الحكيم الذي أنزله الله رحمة للعالمين وذلك قوله تعالى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدد فحدد وأما بنعمة ربك فحدد ترجمة نانسي قنقر